طيب حكينا وبشكل مفصل عن كيفية تثبيت نيكس كلاود سواء على سيرفر خارجي مثل لنود أو على سيرفرك المنزلي لحتى يكون في عندك السحابة الخاصة فيك بس ما حكينا كيف رح نستخدم هاي السحابة فخلينا نشوف كيف ممكن أن نسبت هاي السحابة أو سبت الدرايف بحد ذاتها المرتبطة فيها على أجهزتي المختلفة وبعدين نشوف عدد من البرامج اللي بتجي مع هاي السحابة أو اللي ممكن أن يسبتها وبالتحديد رح نحكي عن الأوفيس حزمة الأوفيس اللي رح نسبتها لحتى يكون في عنا بديل لخدمات مثل خدمات مايكروسوفت أوفيس سواء إذا كان المكتبي أو السحابي وطبعا لحتى يكون في عندي توافق بين الحزمة اللي رح نسبتها على نيكس كلاود وحزمة أوفيس رح يكون في عندي خطوة رح نشوف شو رح نعمل فيها لحتى ما يكون في عندي أي مشاكل أو أحصل على التوافق يعني بقدر المستطاع ما رح نقول أنه هو توافق 100% بس قدر المستطاع طيب أول شي لحتى استخدم النيكست كلاود إذا ماكن بدي استخدمها من المتصفح مباشرة فأنا لازم أني سبت كلاينت أو سبت برنامج المزامنة سواء على كمبيوتري أو على الجوال اللي عمالي استخدمه وبالحالتين رح يكون ضروري أني سبت البرنامج برنامج المزامنة لأنه أكيد مو بكل الأوقات بدي استخدم المتصفح فعلى صفحة نيكست كلاود لو جيت وقلت له get next cloud ورحت للدسكتوب and mobile apps رح شوف أنه في عندي كلاينتز رح شوف بقسم الدسكتوب رح شوف أنه في عندي للويندوز في عندي للماك بالنسبة بحالة اللينوكس في عندي عدة طرق لأني سبت الحزمة أو البرنامج المزامنة ممكن أني سبته كبرنامج app image ممكن أني سبته كبرنامج flat pack أو ممكن أني سبته مباشرة من مستودعات الحزمة اللي عمالي استخدمها فهو بالأعمل أغلب رح يكون اسم الحزمة إما next cloud-client أو next cloud-desktop فبعد ما سبتها هلا هون ما اللي شايف على هاي الصفحة أنه عماله يحكي أي شيء عن عن الاندرويد أو الاي او اس بس البرنامج برنامج المزامنة موجود على مستودع على الجوجل بلاي في عندي next cloud ممكن أني سبته مع أني أنا ما فضل أنك سبته من الجوجل بلاي فضل أنك سبته من الف درويد مباشرة على الف درويد موجود بحالة الاي او اس إذا رحنا للأب ستور الخاص بأبل كمان رح نشوف أنه البرنامج متواجد على الأب ستور فبهاي الطريقة رح يكون في عندك كافة أجهزتك متصلة بسحابتك الخاصة طيب خلينا نروح لسحابتي اللي صلي تقريبا أكتر من سنة عمالي استخدمها وهي موجودة على linode فأول شي رح نلاحظ أنه السحابة طبعا أنا مثبت السسل سرتيفكيت يعني عندي الهتش تي تي بي اس وطبعا هي موجودة على دومين خاص فيي ومثل ما يشايف أنه في عندي السسل سرتيفكيت باستخدام let's encrypt ما رح نحكي كيف وصلنا لهذه النتيجة ممكن أنه نخصص لها فيديو مستقل طيب وهي هي الواجهة الأساسية أو الـ dashboard الخاصة بالسحابة الخاصة فيي هلا أنا اللي بديه مثل ما اللي شايف أنه مقسمة لعدة أقسام بالقسم العلوي في عندي الشريط اللي بيحتوي على كل الـ applications اللي مثبتة أو اللي أنا ثبتتها مع مرور الأيام وبعدين في عندي widgets طبعا هاي الـ widgets ممكن أنك تعدلها بالشكل اللي بدك ياه إذا جيت لنهاية الصفحة ففي عندك الـ customize ممكن أنك تضيف widget تحذف widget لتحصل على الشكل اللي بناسبك هلا أهم الشي اللي بديه هو قسم الـ applications اللي بدي أثبتها فلو اجينا لإسم المستخدم واجينا للـ apps فرح شوف أنه هون في عندي كل الـ applications اللي نازلة واللي أنا منزلها إذا كنت بدي نزل برامج جديدة فبيجي لخانة البحث أو لأداة المكبرة وبدور على أي برنامج بديه ورح يظهر عندي بالنتاج إذا كان طبعا البرنامج متاح فأنت إذا ما لقيت البرنامج اللي بدك ياه ممكن أنك تروح لصفحة الـ applications تعمل جوجل سريع عن next cloud apps ورح تطلع لك صفحة بتعرض لك كل البرامج اللي موجودة وبتثبتها على جهازك طبعا التثبيت رح يكون بغاية البساطة فهلا لو اجينا ودورنا مثلا على password رح شوف أنه عطاني النتائج وعطاني أنه في عندي عدة نتائج فممكن أني قل له download and enable لأي واحد من هدول هلا بهاي الطريقة رح يطلع عندي اسم البرنامج بالقسم العلوي أو بالشريط العلوي من البرامج اللي أنا ما بيستغني عنها بالnext cloud لحتى يكون دائما كل أجهزتي متصلة مع بعضها في عندي برنامج ملاحظات لو اجينا للnotes في عندي برنامج notes هات كمان مسبته من الحزمة من البرامج في عندي برنامج الجهات الاتصال أو الcontacts في عندي الكالندر وفي عندي المهام أو التاسك طبعا هاي البرامج بالنسبة للمهام أنا هاد مسبته بشكل منفصل ما جاي مع الحزمة أما بحالة الكالندر والcontacts والميل والاكتيفيتيز فكلها برامج مسبتة وقت اللي ثبتنا الnext cloud لأول مرة في عندي برنامج تاني اللي ثبتته مثلا في عندي الخرائط ممكن انه يكون في عندي خرائط طيب هلا كل هاد الكلام جميل بس كيف بعمل مزامنة بين هاي البرامج والجوال أو بين المتصفح والكمبيوتر والجوال لو اجينا اول شي خلينا نحكي على الكمبيوتر حكينا انه ثبتنا برنامج المزامنة فلازم اني اول شي شغله واعمل دخل حسابي وخليه يعمل مزامنة لكل البيانات فلو اجينا وقلت له next cloud desktop فاول شي رح يطلب مني اني اعمل عملية تسجيل دخول رح اعطيه الدومين او ال IP للحزمة او للسحابة اللي عمالي استخدمها وبعدين رح يطلب مني اني سجل الدخول طبعا انا كنت مسجل دخول من البداية فمثل ما شفناك يعني البرنامج فاتحه فرح اقل له grant access وهلا رح شوف انه البرنامج المزامنة صار موجود بالقسم الاسفل طبعا اذا في عندك system tray فرح نشوف انه البرنامج فتح ورح يطلب مني اني اعمل المزامنة هلا انا بحالتي رح اغير بس هاد ال location لاني مزامنه بالبداية فرح ايجي لهون ورح نقل له خليها على next cloud بحد ذاته ورح نقل له اوكي بالنسبة لي ما بدي يعطيني اي ورننج اذا كان في عندي ملفات بحجم اكبر من 500 ميجا ورح قل له connect طيب وهلا بهذا الشكل رح ياخد الوقت ليعمل عملية المزامنة بين كافة الملفات وبهذا الشكل منكون خلصنا من الكميوتر سواء كنت على linux او على windows فهي النافذة هي موحدة بين كل الانظمة خلينا نجي لموضوع مزام لموضوع الوفيس اللي هو زبدة هاد الفيديو رح نرجع للمتصفح وبدنا نثبت البرنامج اللي هو الكولابورا او حزمة الوفيس الكولابورا اللي موجودة من ضمن برامج next cloud فرح نرجع للابليكيشنز رح ايجي للابس طبعا في عندي تصنيفات موجودة بالقسم الايسر على الشاشة رح ايجي لقسم الوفيس ومن هون رح تدور على كولابورا اونلاين بيلت ان كود سيرفر ورح ثبته بعد ما ثبته رح ايجي للاسيتينجز ورح ايجي كمان على يسار الشاشة بنهاية الصبحة في عندي البيلت ان كود رح شوف انه مفاعل كمان برجع مرة تانية للقسم اللي هو الوفيس وهون رح شوف انه في عندي عدة خيارات ممكن اني استخدم البيلت ان كود او ممكن اذا كان في عندي سيرفر خاص بي الكولابورا غير اللي موجود على نيكس كلاود اني استخدمه او ممكن اني استخدم ديمو سيرفر هلا هدول الخيارات ليش موجود عندي اليوز او يور اون سيرفر لان هلا حاليا لسه البرنامج قيد التطوير ورح نشوف هلا بعد لحظات انه اداء البرنامج بطيء شوي لاني انا عمالي استخدم البيلت ان اللي شاهي مع نيكس كلاود اما لو كان في عندي السيرفر الخاص بي اللي هو الكولابورا الخاص بي على السيرفر تاني فاكيد رح يكون الاداء افضل بكتير وكمان نقطة تانية وقت اللي بتعمل اعادة تشغيل للسيرفر النيكس كلاود فرح تلاحظ انه هلا رح نشوفها انه اذا حاولت انك تفتح ملفك بالمتصفح ما رح يفتح ورح ينزله بهي الحالة اللي بتعمله انه بترجع بدل ما يكون موجود اليوز رح تقول له يوز يور اون سيرفر ورح تقول له سيف بهاي طريقة بيرجع بيفتح كل الملفات بالمتصفح طيب خلينا نروح لمثال من البرامج من الملفات اللي بدنا نستخدمها بالمتصفح او بالكلاود فهلا انا هون في عندي ملف اسمه فونس لو اجيت وضغطت عليه رح شوف انه رح يفتح ليه بالمتصفح طبعا هاد الملف انا مجهزه من قبل ومتل ما اللي شايف انه الخطوط هي خطوط ويندوز طيب هلا انت اذا كنت مثبته على توزيعة مثل ديبيان او مثل مثل اوبونتو للمرة الاولى رح تلاحظ انه الخطوط ما رح تكون شغالة بشكل صح يعني ما رح تطلع عندك خطوط ويندوز وانما رح يطلع عندك الخطوط الافتراضية الموجودة بلينوكس لحتى نحل هاي المشكلة فلازم اني ثبت الخطوط خطوط ويندوز على السيرفر وعلى الكمبيوتر اللي عمالي اشتغل عليه اذا كانت توزيعتي اللي هي ما في عليها خطوط ويندوز طيب في حالة السيرفر او على كمبيوتري اللي انا وجود فيه حاليا الاتنين رح يكون في عندي نفس الحزمة اللي رح سبتها لانه السيرفر والكمبيوتر الفعلي اتنيناتهن ديبيان فالحزمة اللي بدي سبتها اللي هي ttf-mscorefonts-installer هاي رح قل له sudo apt install واسم الحزمة على السيرفر وعلى كمبيوتري الحالي وبهاي الطريقة بعد ما اعمل اعادة تشغيل للسيرفر رح شوف انه ضمن المتصفح رح تطلع عندي هاي الخطوط بشكل طبيعي وما في اي مشكلة بينها وبين الويندوز طبعا هلا هاد الملف اللي انا فاتحه هو عبارة عن ملف odt او libri office بس لو كان ملف docx كمان رح يفتح وما رح تواجه اي مشاكل هلا الشغل التاني اللي ممكن انك تعملها بهاد الملف لنقول انه على السيرفرك او على السحابة الخاصة فيك انت عامل اكتر من مستخدم فممكن انه المستخدمين كل المستخدمين اللي انت عاطيهم صلاحية وصول لهاد الملف او انك تعمل مشاركة لهاد الملف بين اكتر من مستخدم فهلا انا هون عامل two accounts عامل حسابين هاد اللي حساب الاساسي تبعي وفي عندي الحساب التاني اللي مسميه عامل هون حساب تاني ومسميه هشام انت بتحط المستخدم انه بدك اذا كان بدك اكتر من شخص يستخدمو هاي السحابة هلا لو اجينا للحساب الاساسي رح شوف اني عامل مشاركة لهاد الملف بين المستخدمين بين المستخدم الاول والمستخدم التاني فرح ارجع وافتح هاد الملف طيب اول شي خلينا نحط هاي النافذة على اليمين لحتى نشوف شلي بدنا نعمله هلا حاليا حط النافذة التانية وبدي افتح هاد الملف هلا انا فاتحه بمستخدمين مختلفين المستخدم الاول والمستخدم التاني اللي رح نشوفه انه المستخدمين هلا انا هون حاطت متصفحين وعلى نفس الكمبيوتر بس ممكن يكون مستخدم موجود بالارجنتين مثل انا ومستخدم تاني موجود بالجزائر والاتنين عندهم وصول لهاد الملف فهلأ المستخدم اللي على اليمين اللي هو انا والمستخدم التاني اللي هو المستخدم اللي موجود بمصر لنقول فهلأ رح يجي المستخدم اللي موجود بالارجنتين ورح يعمل عملية اضافة لهاد الملف فمثل ما اللي شايف انه مباشرة المستخدم اللي موجود بمصر او بالجزائر أو بالبيت اللي جمبي رح يشوف التعديلات بالريال تايم فأنا ممكن أني أعمل كولابوراتف ايديتينج بالريال تايم وبدون منكون موجودين بنفس المكان أو بنفس الشبكة لا ننسى أنه السيرفر الأساسي موجود على الينود المستخدم الأول موجود ببلد والمستخدم الثاني موجود ببلد الثاني طيب هذا الكلام رح يسهل عليك كتير من الأمور وقت اللي بتكون عمالك تعدل ملفات وما بدك تحفظ وتبعثه بالإيميل أو تبعثه بالواتساب أو تستنى لحتى يوصلك الجواب وتعمل التعديل طيب لنقول أنه أنا ما بدي استخدم الأوفيس وأنا موجود بالمتصفح بدي استخدم إما الليبري أوفيس أو إذا كنت على ويندوز بدي استخدم المايكروسوفت أوفيس لحتى عدل هذا الملف فخلينا نطلع من الأديتر وخلينا نجي على النقاط الثلاثة وقل له أنه عملي عملية الأديت لوكالي أو أنه عدل ليها على الكمبيوتر الفعلي طبعا هاد رح يتطلب منك أنك تكون نثبت الكلاينت برنامج المزامنة ويكون إما عندك الليبري أوفيس مثبت أو المايكروسوفت أوفيس مثبت على جهازك فرح نقل له الأديت ومثل ما اللي شايفت مباشرة فتح ليها بالليبري أوفيس لأني أنا على لينوكس وهذا الملف اللي هو ODT أما لو كان ملف DOCX فرح يفتحه مباشرة بالمايكروسوفت أوفيس طبعا هلأ أنا بس عرضت مثال لملف وورد لو كان في عندك ملف إكسل رح يكون نفس الوضع لو كان في عندك باور بوينت كمان رح يكون نفس الوضع فرح تشوف أنه على كمبيوتري كمان طلعت عندي اللخطوط بشكل صحيح وما في أي مشاكل لأنه مثل ما حكيت من لحظات أنا مسبت خطوط ويندوز على الكمبيوتر وعلى السيرفر رح نشوف أنه التوافقية بين الكولابورة أوفيس والمايكروسوفت أوفيس هي واحدة من أفضل التوافقيات اللي شفتها وأنا ليش بيستخدم الكولابورة أوفيس وما بيستخدم الأونلي أوفيس لأنه الأونلي أوفيس للأسف ما بيدعم اللغة العربية بأي شكل من الأشكال طيب هلا هيك شفنا أنه أنا كيف رح أعدل ملف موجود بس إذا كنت بدي يضيف ملف جديد فهلا أنا رح يجي لإشارة الزائد الموجودة فوق ورح شوف أنه مباشرة في عندي طبعا لا ننسى أنه أنا مثبت الكود أو مثبت البرنامج بالنكست كلاود قبل ما ثبت البرنامج هاي الخيارات الـ New Document سواء الـ Word ولا الإكسل ولا الـ PowerPoint ما رح تكون موجودة عندي ما رح تظهر لبعد ما ثبت البرنامج ضمن الـ Next Cloud فبعد ما ثبتها رح شوف أنه ممكن أن يضيف ملف جديد سواء Word ولا ملف جديد للإكسل وطبعا رح نشوف أنه الـ Extension اللي هي الـ ODS هلا أنا إذا كنت بدي يخليه يكون متوافق مع Windows أو مع Microsoft Office رح نغيرها للـ XLSX بهاي الطريقة رح يكون ملف ممكن أني أفتحه مباشرة بالـ Office أو Microsoft Office فهلا أنشأت هات الملف ورح أفتحه وممكن أني أبتدي أعدل عليه مباشرة مثل ما اللي شايفت بالبداية فتح ليها بالمتصفح وبعدين ممكن أني أعمل عملية التعديل على كمبيوتري بشكل لوكالي طيب هلا ملاحظين أنه هاي الواجهة ما هي الواجهة اللي رح تشوفها أول مرة بتفتح البرنامج أول مرة بتفتح البرنامج لو أجيت للـ View وقلت له الـ Compact View هاي الواجهة اللي رح تشوفها بالشكل افتراضي لحتى أرجع للواجهة اللي هي عبارة عن الـ Tabs رح اجي للـ View وقل له الـ Use Tabbed View رح يعطيني الشكل المتناسب أكتر أو الشبيه أكتر مع Microsoft Office يارب يكون الفيديو عجبكم لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وبالتأي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة